ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين ايش هذا يا جماعة ايش الحفلة اللي سويتوها في تويتر التصويت الاخير كان مرة مولع واضح ان المحنكين بدأوا يوصلون للقناة صح امزح بس حقيقة يا جماعة الاربعة اسماء اللي تم تصفيتها كانت كلها مرة ضخمة على كل حال لو انتم تابعني على تويتر وحابت شارك معنا في التصويت القادم تعال تابعني هناك روابط حساباتي كلها موجودة في الوصف وبناء على ما تم التصويت عليه في اخر مرة واستكمالا لسلسلة قصص الممثلين والممثلات اليوم راح نتكلم عن الممثل اللي ترشح للأوسكار اربع مرات الممثل اللي ابدع في تجسيد الخير والشر الممثل صاحب الروح الملائكية والشيطانية في نفس الوقت صراحة يلاق عليه كل شيء تبغى شرير يعطيك شرير تبغى مسكين يعطيك مسكين تبغى مرة طيب يعطيك كل شيء يمشي عليه صراحة الممثل المتألق والناشط في حقوق الحيوانات والبيئة واكين فينيكس فعلى السريع لو انت مشترك اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وضغط لايك وخلينا نبدأ واكين رافايل فينيكس او واكين رافايل فينيكس والاخ رسميا يعني عشان نقفل الموضوع ذا صراح وقال ان اسمه ينطق كذا واكين بس ما نعرف ليش يكتبونه بالعربي واكين ما دي ممكن لها قاعدة معينة بس محدثكم يعني ما لي صراحة في القواعدة العربية ولكن واكين ولا اخ واكين يعني مش مشكلتنا وما راح نختلف واكين فينيكس يجمعه مثل امريكي من اصول انجليزية واشكتلندية وارلندية والمانية وفرنسية يب انعارف ميكس ابن 66 فينيكس والعلامة اللي في فم مفذي المنطقة تقريبا ممكن معظمكم ملاحظها ما هي اصابة ولا هي حادثة هي مجرد علامة اشبه بتشوه خلقي بسيط ان ولد وهي معاه منذ الصغر ولد واكين فينيكس في دولة بورتريكو التابعة للولايات المتحدة الامريكية وبالتحديد في شهر اكتوبر سنة 1974 بمعنى ان عمره الى تاريخ هذا الفيديو هو 46 سنة وعاش طفولته ومعظم حياته في مدينة نيويورك وهو صديق مقرب من الممثل مات ديمون والممثل كيانو ريفز والممثل الراحل هيث ليتجر معلومة سريعة يعني تدري انه اخذ الاوسكار عن دور الجوكر وكمان هيث ليتجر الراحل وصديقه المقرب اخذ الاوسكار عن دور الجوكر فاثنين جوكر اثنين اوسكار وكين هو الاخ رقم ثلاثة من بين خمسة اخوان اخته رين بمعنى مطر برضو ممثلة واخوه ريفر بمعنى نهر برضو ممثل وموسيقي واخته سمر بمعنى صيف برضو ممثلة واخته ليبرتي بمعنى حرية برضو ممثلة اكيد انكم لاحظتوا شي في اسماء اخوانه صح؟ اكيد لاحظت واضحة وكين لما دخل مجال التمثيل دخل بسبب اخوانه الاكبر منه يعني هم اللي شجعوا ساعدون ان يدخل مجال التمثيل غير انه كمان شافهم كلهم ممثلين وقال يا عمي انا بصير ممثل هم ممثلين انا كمان اصير ممثل وبالفعل بدأ التمثيل لما كان عمره ثمان سنوات فقط ولما دخل مجال التمثيل ما كان عاجبه اسمه واكين قال ايش الكلام هذا اخواني كلهم اسماءهم مشتقة من الطبيعة نهر وصيف ومطر وحرية خلاص انا بسمي نفسي ليف بمعنى ورقة شجر كمان مشتق من الطبيعة زيهم ورقة شجر يا فرحة امك طيب سمي نفسك ثاندر رعد ولا برق ولا سي بحر ولا سكاي سماء ورقة شجر عاد وقتها كان لسه صغير وقاعد يقلد اخوانه عارفين كيف هم اسمائهم مستوحى من الطبيعة انا كمان اسمي بخليه مستوحى من الطبيعة المهم وللأسف اخوها الكبير ريفر اللي كان ممثل ومغني ومسيقار مات لما كان عمره 23 سنة اثر جرعة زائدة من المخدرات يقول واكين فينيكس لما كان عمري 19 سنة كنت انا واخويا ريفر واختي رين في احد مقاهي او كازينوهات كاليفورنيا في هوليوود وبالتحديد سنة 1993 وقتها كان جوني ديب عنده فرقة موسيقية وكانوا يقدمون عرض موسيقي في هذاك المكان يقول رحنا هناك وكنا مبسوطين وجلسين نحتفل ونرقص ونشرب يعني الامور كانت من اروع ما يكون ولكن فجأة وللأسف اخوه ريفر بطريقة ما تعاط جرعة زائدة من المخدرات وطاح على الارض يقول واكين انطلقت بسرعة لاحد كبائنا الاتصال الموجودة في الشارع وطلبت الاسعاف وتم اسعاف اخوه ونقله للمستشفى ولكنه للأسف مات في نفس اليوم بعد كم ساعة وكان سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات وصرح واكين فينيكس وقال انه وفات اخوه في هذاك اليوم وبهذهك الطريقة كانت من اكثر الاشياء اللي دمرت نفسيته وتركت بصمة مؤلمة في حياته بل انه هذهك الحادثة بالتحديد غيرته وشكلت شخصيته بشكل ما كان يتوقعه ابدا وجل السنة كاملة الين قدر يتجاوز الوضع هذاك وكين فينيكس وفي العام 2018 مثل في فيلم اسمه ماري ماجدلين او ماجديلون صراحة اسم مدلك ايف ينطق وشاركت معاه في هذاك الفيلم الممثل روني مارا ومن بعد مشاركتهم مع بعض في هذاك الفيلم وقعوا في حب بعضهم البعض وبدأوا يتواعدوا لسنة كاملة بالرغم من انهم سبقوا بخمس سنوات ولكن يبدو انه شرارة الحب وقتها كانت مشغولة ولا حاجة المهم بعدها ذاك الفيلم توعد هو وياها لمدة سنة كاملة وبعدها وبشكل رسمي اعلنوا خطبتهم وحاليا عنده منها طفل واحد وسموه ريفر وسموه بهذا الاسم تيمنا باسم اخوه الراحل وإلى يومك هذا عايشين في سبته ونباته وامورهم زي العسل اما بالنسبة الام وابوه فابوه اسمه جون لي وكان مهتم في اعمال الزينة والمناظر الطبيعية ومات سنة 2015 بعد صراع مع مرض السرطان وامه اسمها ارلن وكانت ناشطة اجتماعية واشتغلت برضو في الهيئة الامريكية للاعلام هو صحيح انه ابوه توفى سنة 2015 ولكن امه وابوه منفصلين من العام 1997 خلاص انسوا الموضوع وبالرغم من انفصالهم الا انه كانت علاقتهم مع ابنائهم كويسة يعني الطلاق او الانفصال ما كان مسبب اشكالية في التواصل مع الابناء بل انهم ربوهم ودخلهم في مجال التمثيل وكمان ربوهم على مبدأ النباتية وفي حال انك ما تعرف ايش هو مبدأ النباتية هو انهم ياكلون النباتات ومشتقاتها فقط لحم لا دجاج لا البعض منهم يعني بعض النباتين يستثني مشتقات اللحوم زي الالبان والاجبان والزبدة وغيرها وبعضهم يقولك لا هذا حقهم هما ما لانا ندخل فيه والعجيب ان واكين فينيكس الى يوما هذا ما زال نباتي ومناصر للنباتية وكمان مناهض ومناصر لحقوق الحيوانات والبيئة بشكل عام وتكلم في اكثر من مؤتمر وقدم اعمال كثيرة ينصح ويروج فيها للنباتية وكمان يدافع عن حقوق الحيوان والبيئة وعنده شعار او عبارة يستخدمها كثير كنوع من الدفاع عن حقوق الحيوانات وهي انه كلنا حيوانات الزبدة يا جماعة الرجال نباتي ومن اسره نباتية وهذه قصة طويلة وملغ وصمالنا فيها المهم غير ان امه وابوه كانوا منفصلين الا انهم زي ما قلتلكم كانوا اليد الاولى اللي ساعدته هو واخوانه للدخول الى عالم التمثيل وبالفعل واكين فينيكس واخوانه دخلوا مجال التمثيل وفي بداياتهم مثلوا في اعلانات تجارية كثيرة مرة كثيرة اعلانات حليب كورنفليكس على وجبات سريعة اي اعلان كان يجيهم ما يقولولوا لا ولا ادري اذا حافظوا على مبدأ النباتية في هذه الاعلانات ولا اهم شيء ما نقول اعلانات سوي عادي ولكن القصة تقول انهم عملوا اعلانات كثيرة في بدايتهم ومعظمها كانت لاطعمة ومشروبات وبالرغم من ان اخوانه واخواته كلهم ممثلين الا ان واكين فينيكس الاخ الاوسط تقريبا هو الوحيد من بينهم اللي قدر يسطع نجمه اكثر من غيره وهذا الشيء ببساطة يرجع اكيد لقوة اداؤه وتقمصه المجنون للادوار اللي يحصل عليها والكارزم الرهيب اللي تميز فيها المهم يا جماعة بعد حوست الاعلانات التجارية اللي شارك فيها قدر بعدها انه يحصل على اول دور رسمي له والكلام هذا كان بالتحديد سنة 1982 وكان في حلقة واحدة من مسلسل تلفزيوني اسمه 7 Brides for Seven Brothers مسلسل عادي واقل من عادي استمر لحوالي 23 حلقة وبعدين تم يقافه احنا معلنا في المسلسل ولا تقييمه ولا اي خرابات ثانية ولكن يهمنا انه هذه كانت اولى خطوات واكين فينيكس في عالم السينما والتلفزيون ومن بعد هذاك المسلسل بدأت تجي عروض بسيطة اما انه يشارك في حلقة من مسلسل بسيط او يكون كومبارس في فيلم معين وماشت اموره ومن عام 1982 الى عام 1990 الاخي يا جماعة كان متمسك باسم ليف او ورقة شجر وكان معروف باسم ليف فينيكس هذا ليف فينيكس اسمه اسم الشهرة وظل متمسك بهذا الاسم لحوالي 10 سنوات ولكن من بعد 1990 قال يا ابو يا ايش اللي ليف ايش اللي ورقة شجر ايش الهبالة هذه رجع اسمك الاول بس واكين اسم كويس وبالفعل من بعد 1990 رجع يستخدم اسمه الحقيقي وهو واكين او واكين فينيكس واكين يا جماعة من اللحظة اللي دخل فيها مجال التمثيل والى يومنا هذا شارك تقريبا في اكثر من 50 عمل معظمها افلام وبعضها مسلسلات بسيطة بالذات في بداياته وللامانة فيها الزين وفيها الشين وفيها اللي مرة قوي ولكن يعني ما كان عنده افلام كثيرة نقدر نقول عنها قوية او تعد على صابع ولكن كاداء وكتمثيل هو دائما مرة فنان بل انه ترشح لأكثر من 160 جائزة من ضمنها اربع ترشيحات للأوسكار ولكن عشان لا يكثر الكلام ويطول الفيديو خلونا نتكلم عن اهم خمسة افلام لواكين فينيكس او بالتحديد اهم الافلام اللي تابعتها له وجابت تقييمات ومراجعات ممتازة الفيلم الاول او المجالد واللي صدر عام 2000 يعني قبل حوالي 22 سنة من يومنا هذا الفيلم هذا كل ما اقول انه بيمر الوقت وبنسى قد ايش كان مرة عظيم وقوي الا انه مع مرور الوقت ومع ظهور الاف الاف الافلام اللي حاولت تحاكي نفس العصر الروماني ما زال فيلم غلادياتر احد اقوى واعظم الافلام اللي صورت الامبراطورية الرومانية وقسوة ومرارة العصر الروماني غير انه الممثل الكبير راسل كرو اداؤه يا اخي راسل كرو وشخصية ماكسيموس هذه قصة ثانية قصة ثانية خلوها كذا على جنب ذيب غالها سالفة بعدين واكين فينيكس في هذا الفيلم قدم دور شخصية كوميدوس وهو الامبراطور الروماني المجنون والمختل دور كريه ويجيب الضغط والسكر دور بيخليك تكره واكين فينيكس لفترة بعدين ترجع تحترمه على اداؤه ولكن للامانة يا جماعة قدمت دور بافضل شكل وهو وراسل كرو اثنينهم ترشحوا للأوسكار ولكن الفرق انه راسل كرو فاز بالأوسكار عن دور لشخصية ماكسيموس تخرب بيتك يا واكين فينيكس يعني للاسف ترشح بس ما فاز بالأوسكار ولو تبغونا الصدق يعني الصدق الصدق من دون مجاملة أداء راسل كرو لشخصية ماكسيموس صراحة مرة واكين فينيكس ما يأكل عيش معه فيلم اسطوري ضخم انتاجيا ومتعوب عليه بشكل مرة مجنون لو تشوفون كيف يشتغلوا على المباني والأزياء والمعالم والكمية الهائلة من البشر والحيوانات فيلم كده لما تتابعوا تقول معقول هذا الفيلم حصل قبل 22 سنة كيف كده كل هذا كوم والموسيقى التصويرية يا جماعة عاد كوم ثاني لا تخلوني أبدأ بل انه مؤلفها الكبير هانز زمر ترشح عنها للأوسكار ولكن للأسف ما حالفوا الحظ فيلم قدر انه يجسد العصر الروماني بمعظم وأهم تفاصيله بقسوته وعدوانيته وخيره وشره هذا الفيلم يا جماعة اذا انت بطريقة ما لا سمح الله يعني ما تابعته للحين شوفني اقولها لك لازم 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 تتابعه صدقني ما راح تندم الفيلم حصل على تقييم 8.5 من 10 ومصنف في المرتبة 41 ضمن قائمة افضل 250 فيلم على موقع IMDB وعمل حسابك الفيلم للكبار فقط الفيلم الثاني هوتر رواندا واللي صدر عام 2004 عشان اكون صريح معاكم يعني واكين فينيكس صراحة ما كان له دور اساسي في هذا الفيلم بس للأمانة الى الان ما زلت افتكر الكلمتين اللي قالها في هذا الفيلم ما زلت فاكر وجوده البسيط في هذا الفيلم وكيف الكلمتين او الكلمات البسيطة اللي قالها في هذا الفيلم والله يفاكرها ما زالت الاسقف موخي الى يوما هذا ليش منعه رهيب رهيب واكين واكين فينيكس الفيلم مبني على احداث حقيقية حصلت في بداية التسعينات وبالتحديد في دولة رواندا اللي تقع شمال افريقيا وعلشان ازهل عليكم متابعة الفيلم في حال انكم ما تابعتوه ركزوا معايا في اللي بقوله دولة رواندا يا جماعة عاش فيها عدة قبائل ولكن في قبيلتين اساسية او عشيرتين الهوتو والتوتسي كلهم من افريقيا وكلهم من نفس البلد كلهم ابناء نفس المنطقة وكانوا عايشين مع بعض امورهم طيبة الى حد معين ولكن للأسف العنصرية لقيت لها مجال ما بين قلوب هذول الناس وبدأت حرب ما بين هذول العشيرتين بدأت باردة ومن ثم تحولت الى حرب عنيفة مع الوقت حرب سالت فيها دماء ومات فيها نساء واطفال ملايين من البشر ماتوا في هذه الحرب وحقيقة الفيلم ما تدور احداثه حول هذه الحرب بالتحديد او اش اسبابها او اش تفاصيلها ولكن تدور احداثها حول شخص اسمه بول من عشيرة الهوتو عاصر هذه الاحداث المؤلمة باسوأ طريقة ممكنة هو كان مدير فندق ميل كولينز ذو الخمسة نجوم في رواندا وعلى اثر تسلط الهوتو على التوتسي وممارسة اشر الجرائم عليهم وقتل نساؤهم واطفالهم لجأ لهذا الفندق اكثر من 1200 من التوتسي الهاربين من بطش الهوتو وطغيانهم وبولو على الرغم من انه من الهوتو الا انه استقبلهم كلاجئين دون تردد في الفندق اللي هو يديره ولكن التحدي الكبير تجاه بول او مدير هذا الفندق ما هو كيف يحمي هذول اللاجئين وبس بل انه زوجته كانت من التوتسي ومعرضة للقتل هي واطفالها كيف راح يحمي هذول اللاجئين وكيف راح يتصرف مع عصابات الهوتو الاجرامية فيلم جميل واوصل جميع بمتابعته مع مراعاة برضو انه يحتوي على مشاهد مرة دموية وعنيفة تقييم الفيلم 8.1 من 10 على موقع ايم دي بي ومصنف في المرتبة 228 ضمن قائمة افضل 250 فيلم الفيلم الثالث واللي صدر عام 2005 تعرفون جوني كاش؟ جوني كاش يا جماعة جوني كاش يا هو صاحب اغنية You are my sunshine My only sunshine يا هو طيب اوكي بعضكم يعرفوا بعضكم لا المهم يا حبيبي جوني كاش هذا واحد من اساطير الموسيقى مغني وكاتب امريكي ويعتبر احد اكثر الموسيقيين تأثيرا في القرن العشرين الادم كان متمرد ومشهور انه يحب يلبس اسود دايما وكمان كان مدمن مخدرات ومنشطات بشكل جنوني غير انه عصبي وعنده مشاكل كثيرة ثانية مع زوجته ومع اهل زوجته اذا ابدأ يا جماعة انه بالرغم من كل هذه الخلفية والمشاكل الخلاقية تبع جوني كاش الا انه كان مرة محبوب من جمهوره والفضل يرجع لاغانيه الجميلة وكلماته الشاعرية اللي تلامس الواقع وتلامس القلب بشكل مرة مجنون المهم يا جماعة انه جوني كاش الف كتاب اسمه I walk the line واللي هي اسم اغنية من اغانيه يحكي هذا الكتاب مسيرة المهنية كيف بدأوا تفاصيل كثيرة ثانية عن حياته المهم جات شركة فوكس وقالت له يا حبيبي نبغى نحول كتابك الى فيلم ممكن جوني كاش وافق وقال لهم اوكي ولكن بشرط واحد ابغى اللي يقدم دور شخصيتي في هذا الفيلم يكون الممثل واكين فينيكس كذا اختاره بالاسم قال واكين فينيكس ابغاه لانه كان معجب بدوره في فيلم جلادييتر وبالفعل تم تسليم الدور للممثل واكين فينيكس ولا احكي لكم عن الدور المجنون اللي قدمه ولا احكي لكم عن تقمص المجنون لشخصية جوني كاش بكل تفاصيلها بل انه ترشح للأوسكار كثاني ترشيح له بعد فيلم جلادييتر حتى الممثل ريز ويذرسبون برضو اللي قدمت دور زوجة جوني كاش كان اداءها مرة اسطوري وترشحت عنه للأوسكار وكمان فازت فيها ولكن للأسف الشديد جوني كاش مات عن عمر يناهز الواحد وسبعين سنة قبل ما يحضر الفيلم هذا او قبل حتى ما يتم تصويره ولكن انا متأكد لو انه كان عايش كان بيكون فخور جدا باداء واكين فينيكس لشخصيته الفيلم حصل على تقييم 7.8 من 10 على موقع ايم دي بي وترشح لخمسة جوائز اوسكار في هذهك السنة فلو تحب افلام السيرة الذاتية مرة لا يفوتك رح تستمتع فيه الفيلم الرابع هر واللي صدر عام 2013 يا اخي هذا الفيلم فوق انه مرة غريب وبيخليك تحس باغرة بشعور ممكن تحسه في حياتك وانت تتابعه الا انه بيخليك تسأل نفسك اسئلة كثيرة ما عرفوا شنوع الاسئلة اللي بتسألها او ايش هي ولكن اللي انا متأكد منه انه راح يتركك داخل دوامة اسئلة مرة كثيرة يا اخي التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي هذا يا اخي ما ادري وين بيودينا راي خرجنا بس الفيلم هذا اول مرة تابعته لما نزل زمان قبل حوالي 7 سنوات تقريبا صراحة وقتها ما عجبني بل انه جاب لي الطفش ولا كملته بس قبل فترة كمان قصيرة تابعته وقلت في نفسي يا اخي الواحد قبل 7 سنوات كان الظاهر مستعجل في الحكم حبتين ايش بكذا قفلت وليش ما كملته اوكي الفيلم يجيب الطفش هذي ما زالت وجهة نظري وغريب ويخليك تحس بشعور غريب برضو هذا الكلام ما زلت مؤمن فيه بس لما تجي تطابق الفيلم على الواقع وتمسك قصته وفكرته وتحاول تستوعب ايش في راس الكاتب او ايش جالس يحاول يوصل للجمهور هنا تعرف انه فعلا فيلم قوي كفكرة وقوي كتطبيق وشعورك بالطفش وانت تتابع يا وجيه اي فيلم ترى مرة ما له علاقة في قوته او ضعفه اذا فهمت الخير واهله اذا حسيت انك تنحو والله سنس الموضوع وتجاوز الفيلم ولكن اذا كان الفيلم ممل او غير ممل هذه ما لها علاقة في قوته صراحة الفيلم في المستقبل الغير معلوم ولكن التكنولوجيا كانت فيه متطورة الى حد كبير عن شخص وحيد وحزين اثر انفصاله عن زوجته ومع التقدم التكنولوجي تم اختراع منتج او ذكاء صناعي عنده وعي يعني يقدر يفكر ويسولف ويضحك ويسوي اشياء كثيرة بس هذا الاختراع ما هو انسان ولا هو كيان ولا هو آلي مجرد صوت تلبس سماعة كده وتسولف معاه وتضحك معاه ويساعدك في بعض الامور يعني واشياء زي كده وتقدر تقرر قبل ما تشتري الصوت تقول له ما بغى الصوت ذكر ولا انثى اللي يعجبك اللي خلى فكرة الفيلم مرعبة ومخيفة اكثر انه هذا الصوت اللي بتسولف معاه فاهمك وعارفك وعارف مزاجك وذوقك واش تحب واش ما تحب لدرجة لما تتكلم معاه يخليك تحس كده انك اسعد انسان في الدنيا تعرف لما تقابل بنت او شخص وتقول يا اخي هذا الانسان فاهمني ودائما احس اني مبسوط معاه يا سلام هذا المنتج فيه هذه المواصفات وبشكل افضل كمان فاخونا واكين فينيكس بدور تيودور في هذا الفيلم وعلى اثر انفصاله عن زوجته راح واشترى هذه التكنولوجيا وقرر انها تكون بنت واسمها سمانثا وبدأ يتكلم معاها ليل ونهار ويتعرف عليها ويفضفض معاها وفجأة الموضوع بدأ يتطور ويتحول الى شي غريب هنا الشي الغريب اللي صار هو اللي خلاني اطفش زمان وخلاني اقفله ما ادري اذا بتقفل انت من ذي النقطة ولا لا ولكن اداء واكين فينيكس كان مرة رهيب حتى اداء سكارلت جونسن من رغم من انه بصوت اخي يا اخي سكارلت يا اخي غير السينماتوغرافي حقيقة كانت من اروع ما يكون تنسيق الالوان وبيئة التصوير ومحاولة محاكاة المستقبل المنطقي مش اشياء وبيني مبالغ فيها مستقبل كنت تحس انه فعلا لو بيكون في مستقبل بيكون بذلك شكل فهمتو للمانا كانت تجربة ممتعة بصريا بغض النظر عن القصة وتفاصيلها الثانية ولا اقدر اقول لك تابعه لانه فعليا الفيلم هذا ماهو للكل ولكن هذه قصة وقلتها لك وتقييمه ثمانية من عشرة وترشجح لأربع جوائز اوسكر اه فايا وتبقى تابعه وتخلو تجربة غريبة وتعيسه ومدري كيف جاية انطلب الفيلم الخامس والاخير جوكر واللي صدر في العام 2019 اتوقع الفيلم هذا شافه القاسي والداني بسبب الضجة اللي عملها وقتها والفيلم هذا للامانة جماعة جمهور انقسموا الى قسمين جمهور عظموا طبلوا وصعدوا الى فوق هام السحب وانا واحد منهم صراحة وجمهور ثاني صخط عليه ووصفوه بانه فيلم ممل وغير جيد على الاطلاق وانه مضيعة وقت لا اكثر واتوقع وبنسبة كبيرة انه الجزء ماهو كلهم جزء من اللي ماعجبهم الفيلم كان بسبب انهم كانوا متوقعين شيء ولما تابعوا الفيلم شافوا شيء ثاني عكس توقعاتهم يعني على سبيل المثال واحد من اصحاب يلا يشتر عليه هو عارف نفسه حضر الفيلم معايا في السينما اول ما نزل اول حاجة نام نام وسط الفيلم نام لقيته مشخر ثاني حاجة كان يخرج ويدخل برا السينما كثير واضح انه كذا الفيلم ماعجبه طفشان كان بيمكانه ينتظرني في السيارة بس كان يروحه يجي المهم ببساطة يعني اللي فهمتم منه انه كان متوقع جوكر نفس جوكر هيتليدجر كان متوقع اكشن وسيارات تتقلب وبنوك تنسرق وحروب وعصابات وتفاجأ المسكين انه الفيلم درامي وسوداوي وبس ما في شي ثاني وهذا مو معناته انه الفيلم سيء معناته انه الفيلم ما يناسبك بس ما هو جوك الفيلم بالمختصر كان عن شخص مهمش في المجتمع والحياة بطشت فيه وارهقته بكل الطرق الى ان وصل الى مرحلة الجنون ويتحول الى مجرم هذه القصة ببساطة ومعظمكم يعرف التفاصيل الثانية واكين فينيكس يا جماعة وللأمانة الدور هذا دور الجوكر يعني انا شخصيا ما كنت متوقع كذا تقول نيه بتمشي الامور بس للأمانة بعد ما شفت اداؤه واو اش هذا دور مجنون ومرعب ومؤثر في نفس الوقت يعني يخليك تحزن عليه ويخليك تحبه وتكرهه كذا يلخبط مشاعرك ما تدري تلاقيها من ناحية التجسيد المجنون للدور ولا ضحكة المرعبة والهستيرية تبع الجوكر اللي سمعناها او غير انه خسر اكثر من 20 كيلو من وزنه علشان يقدم الدور على اكمل وجه وبالفعل هذا اللي حصل قدم دور من اقوى الادوار اللي في مسيرته وترشح عنه للأوسكار وقدر انه يفوز فيها كمان والفيلم بشكل عام وقتها اصلا ترشح ل11 جائزة اوسكار ثانية الفيلم يشاع انه فيه جزء ثاني له ولكن للان ما فيه اي تفاصيل رسمية عنه او كيف ممكن يتم اقحامه داخل عالم دي سي المعلومة هذه ممكن تظهر مستقبلا الفيلم حصل على تقييم 8.5 من 10 وقدر انه يحتل المرتبة 60 ضمن قائمة افضل 250 فيلم على موقع ايم دي بي هذه كانت اهم افلام واكين فينيكس اللي تابعتها واللي اشوف فعلا انها تستحق المتابعة الباقي عليكم انتم شاركونا في التعليقات اهم افلام واكين فينيكس اللي تابعتوها وتنصح الناس انهم يتابعوها والى هنا نكون وصلنا لنهاية فيديو قصة الممثلة الاوسكاري واكين فينيكس لا تنسى تجي تتابعني على تويتر عشان تشارك معنا في التصويت القادم ولا تنسى تضغط لايك لو اعجبك الفيديو واشترك في القناة لو منت مشترك وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتي اول باول كم معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم